مرحبا بكم في فيديو الجوج في الدرس للتصرف العمدارة كربائية المستقبل مرضوطه المولد ومرضوطه المرضوطه مرضوطه المولد ومرضوطه المولد ومرضوطة المولد ومرضوطه المرضوط يقوى من الملد قوة الكهرومحركة التيار دلتتين منذ زمني إذا كنت تقسم عجول عندي طاقة ممنوحة لباقي الدارة التي هي التوتر في دلتتين وعندي طاقة حرارية موجودة تنفع الجول التي هي ر كاري دلتتين على مستوى المولي إذا الطاقة الممنوحة من طرف المولي سيكون الطاقة المكتسبة من طرف المحرك الطاقة الممنوحة ما الذي يشد المحرك المحرك المتسابة تقسم الجول طاقة نافعة وطاقة حرارية موجودة تنفع الجول إذا أغقيم قصدها المقاومة الداخلية المحرك ستحدث عنها طاقة نافعة وطاقة نافعة هي القوة الكهرومحركة المضادة يشد الطيار لتلطي المدة زمني نتحدث عن الرو لاحظوا معي ندرجة دوائر الدائرة الأولى والدائرة الثانية لماذا؟ حيث نرى دائما بالنسبة للمردود ماذا أعطيت ماذا أعطيت ماذا أعطيت ماذا أعطيت ماذا أعطيت بالنسبة للدارة ككل ماذا أعطيناها؟ أعطينا طاقة أكلية منتجة عن طريق إما تفعلات كيميائية أو محطة نووية أو محطة حرارية كيف مرحلة سابقة ماذا أعطينا هذه اللي أعطيناها لموليد في مقابل ماذا نستفد من طاقة ككل استفدنا من طاقة نافعة مهدتة على مستوى المحررق طاقة الحرارية مدعوى للوز على مستوى المحررق ولا على مستوى الموليد فأنتظرها لا نستفدم منه لأنها تكون حرارية لأنبطرة حرارية محتروع محررية لا نستفدم منه في هذه الحالات ، أعتبر هنشت ، كأنا هنا حالات الأخرى يمكننا استفادة من القدرة الحرائية E في I على أسابة التابع إذاً هنا في مباشرة كنا نستفيد من الضارة إي في دلتا الطي قسمة لنا لم تعطي أ هي إي في دلتا الطي على التعبير الأول يمكن أن يحييييي مع إي إي في دلتا الطي لديك التعبير الأخير على إ على إ والتعبير الأخر هو إ على إ إذا هذه العلاقة لكي نحسد مردود كل الضارة بسيطة مكونة من مولد ومحرك إذن هنا نريد لكم هذه العلاقة جديدة لكي تفهموني تبع معي سنظر على مردود المحرك نسميه رو واحد إذن مردود المحرك سابق كيف نقلنا بالنسبة للمردود المحرك المردود المحرك وقبل أن نعطي للتعريف المحرك سنظر على مهمة هذا التوتر مع هذا التوتر هذا التوتر هو وهذا التوتر هو قبل لاحظ معي الجهود في أ ينتهي لد والجهود في أين ينتهي لد ماهو الجهود؟ الجهود أخصناه في لجع مشارك من الجهود تقضي لك يعني من هنا طول هنا كلها نفس الجهود ولكن عندما تصل إلى هنا الجهود يختلف حتى تلقي شخص مركبه سوى محرك سوى مقاومات سوى محرك أو أي شيء أخر هنا كلها نفس الجهود يتوقف نفس الجهود ن هو الجهود بي للجهود ا هو الجهود والتوتر والتوتر ينكتب هنا يساوي التوتر بالنسبة للمرضود المحرک شن نقول للمرضود المحرک المرضود المحرق هو القدرة النافعة القدرة النافعة هي إبخيم في إي في دلتا تي إما نقول عفوا والطاقة أو نقولete القدرة طاقة هي إبخيم في إي في دلتا تي إلا قدر القدرة هي إبخيم في إي إذن هنتكلمت على الطاقة إذن هنتهت على الطاقة نافعة في المقام كيف تحبيه؟ طاقة مكتسبة إذن الطاقة المكتسبة نأخ punthak được طاقة المكتسبة هي التوتر على مستوى المستقبل هو إي بيえて وهناك قدرة تي قدرة مكتسابي و الم الأطفال تتالى المردود المولدة هしょう هي الطاقة لمنوحة j الحصول على مقصومة ديلة تي واحد ممكن تختبر ك المحرك دواد م lob party وهو أبخيم أبي مرضود المحرك ورجوج مرضود المولد هو إبن على هذا مرضود المولد نحاول نلقي علاقة بين المرضود المحرك و المرضود الدارة يحاول نلقي علاقة بينه إذا لاحظ معي نقوم بطريقة النتة روحة مضروبة مضروبة روحة فروجوش نعود إذن هي أبخيم اي اابي اللي هو التعبير للرعاء مضروب فروجوش روجوش هي اي بي ان على ا وقلنا سابقا ان اي اابة اي ااب اذا انا ممكن اختز البي اي ااب مع اي ااب إذن هو درعاء فروجوج هو ابخيم على ا وشنه ابخيم على ا المردود المولد في المردود المحرك المردود في هذه الحالة فقط وليس هذا ما نفعل الدار بالمناسبة هذا ما نتبع التمرين الطريقة العامة تشوف لي ما شديت من الدارة ككل ستفتي من الدارة وكتشوف لي ما عطيته للدارة فقط إذا هنا مردود المولد مردود الدارة يساوي جداء مردود المولد ومردود المحرك حسب المردود المولد المحرك ودر الجداء أخرى وهي العامل المؤثرة على الطاقة الممنوحة من طرف المولد في دارة مقاومية دارة مقاومية تحتوي على مجموعة من المقاومة إذا هنا نحاول القوة الكهرون محركة المولد والمقاومة المكافئة هنا عندي مولد هنا عندي هنا عندي ما نقصد به مجموعة المقاومة ممكن تكون مركبة على التوالي ممكن تكون مركبة على التوازي هكذا الآن نستطيع أن تكون مركبة على التوالي فإذا كانت مركبة على التوالي فالعلاق يمكن أن تكون L equals R equals هنا الحكم لدي أ الجوج لأنه لدي 3 세� P نقصد أن تكون L equals نقوم بالمقام بها يجب أن نقوم بالمقام نقوم بها نقوم بها در مقام بها إذا كنت لا توجد مقاومات فلا ترحيل مقاومات نقوم بتعليم التوالي يجمع مقاومة المقاومة مكافئة ي married with a couple of followers كم من العودة وكم من العودة هذه اللي ينعودلك بها لان هو الميضة إذن هنا نظر على تعبير الطاقة الممنوحة من طرف مولد لباقي الدارة إذن الطاقة الممنوحة هي طاقة كهربائية ما هو التعبير الريالة؟ W E يعني غري إلكتريك ما هو التساولية؟ التساولية التوتر بين مربطي المولد مربطي المولد W E P N F E F D لاحظ معي سابقا صحت أن التوتر W E P N نسلك نسلك إذن هذا التوتر W E P N والتوتر W E A B إذن W E P N بحلوبة W E A B إذن هذه هي W E A B F E F D وشنو كتفكرني E A B F E F D E A B هو التوتر على مستوى هذه الموصلات إذن هذه نهاية؟ هي الطاقة المكتسبة من طرف هذه المستقبلات وهذه المستقبلات وهذه المقاومة في الحال إذن لاحظ معي مسألة لك نحفظ الطاقة إذن الطاقة الممنوحة ها هي التعبير لها يساولي الطاقة المكتسبة من طرف المستقبلات إذن E A B F E F D إذن هنا نحن ندخل أخرى شوف معي قانون Oum قانون Oum من نسبة المولد هو التساول عليه سابقا هو التعبير التوتر بين مربطي المولد التعبير التوتر بين مربطي المولد هو نسبة المولد هنا وبالنسبة بالنسبة قانون Oum بالنسبة للموصل الأومي بالنسبة للموصل الأومي ولكن تعرفوا إذن هنا التوتر بين مربطيه هو و I A B إذن I A B يساولينا المقاومة في المقاومة هنا مجموعة للمقاومة إذن إذن إبن هو I A B إذن هنا ممكن أن نكتب E ناقص R I تساوي R I نحاول نجبده إذن إذن نعود هنا وهذه نكمل شيء خدمة أخرى إذن هنا R I يساولي عندي E تساوي R صغيرة زائد R إكيفالون كبيرة مضربة في E إذن كما تساوي تستزيم أن E تساوي لنا E قوة الكهرومحركة الموليد على المقاومة الداخلية زائد المقاومة المكافرة إذن نعود نعود لنا هنا عود لي هنا تعود لنا هنا أقوم بإذن U A B في دلتة إذن W V E اللي هو التعبير للطاقة الممنوحة يساوينا U A B وشنية U A B هي R إكيفالون في I هايا نكتبها R إكيفالون في I هذه منسبة U A B ونعود نضربها في I في دلتة اللي هي R إكيفالون في I في دلتة أهلا جمع دولين عود لي تعبير دي الإهنا عود لي تعبير دي الإهنا لنعود لي عندي W V E تساوي لنا مضربة في أ على أغزائد أغزائد إكيفالون ولكن لا ننسى الكل أس إثنين في الثلاثة ونؤثر هذه العلاقة نلاحظ معي تعبير الطاقة الممنوحة هنا يتناسب يضطرادا مع أكاري ما معنى أن يضطرادا أكاري كان في البسط يعني إذا كبرت لي أ ومع أكاري أكبر لي الطاقة الممنوحة إذا وقتما كبرت أ الطاقة الممنوحة تكبر تفقين وبالنسبة للمجموع المقاومات R زائد R إكيفالون وقتما كبر الطاقة الممنوحة تصغير إذا نقول ترادا مع أ وعكسيا مع المقاومة ترادا مع أ وعكسيا مع المقاومة وعكسيا مع المالخلين إذا نظر إلى حالة خاصة موليد مؤمت للتوتر في مقاومة الداخلية يمكن أن تكون المقاومة الداخلية تقوم بزارة 0 إذا تعبير الطاقة يساوي R إكيفالون في أقاري على مقاومة الداخلية وعكسيا مع المقاومة الداخلية أو أقاري وعكسيا مع المقاومة الداخلية سأقوم بزارة 0 وعكسيا مع المقاومة الداخلية وعكسيا مع المقاومة الداخلية في مقاومة الداخلية مزيحة هنا أحد أخرى أو شيء أخر خصوص تعبير القدرة تعبير القدرة يجب أن تعبير القدرة هنا القدرة كانت حقيقة دلتا تي حيث أن الطاقة هي القدرة ودلتا تي هو الزمن إذا تعبير القدرة هو O كاري على R إكيفالون دلتا تي عفوا او كاري او كاري او كاري او كاري او كارر او كاري اذا اهنا ممكن نختاز ال باش هنا او كاري او كاري هذا بالنسبة شوف هذا لنسبة المولد مؤمثل التوتر تعبير القدرة نرع بصفة عامة بصفة عامة تعبير القدرة نسبة المولد غير مؤمثل التوتر كانت تعبير القدرة إذا كانت A, حالة R تساوي R إكيفالن. عوض لي هنا. حالة R، يجب أن نعوض R أكيفالن بR. إذن هنا بP E تساوي R إكيفالن مضربة في E. R زائد R. الكل أسئة 2. هنا ممكن أن نجمع هذا إذن R إكيفالن. R إكيفالن تساوي R صغير. إذن هنا R. أضربها في أ أسئة 2 على أر زائد أغ هنا كل شيء أسئة 2 هنا أغ زائد أغ الكل أسئة 2 إذن هذا أغ زائد أغ اللي كان في المقام ممكن نجمعها إذن نتقال لنا أغ اللي كان في البسط في أ كاري للتحت عندي جوج أغ جوج أغ الكل أسئة 2 إذن هي بتعطيني 4 أر الكل أسئة 2 إذن نحيض أغ مع أغ و تبقى لنا أغ كاري على أربعة أغ أغ كاري على أربعة أغ تبع شو معين إذن في هذه الحالة كيف تقوم بأر إكيفارون كبير في هذه الحالة المولد ينتج قدرة قصوة إذن في هذه الحالة مولد ينتج قدرة قصوة ينتج قدرة قصوة و في هذه الحالة التي يتم تقوم بعمق المعارف أكثر ترى أن تكمل في الفيزياء تسمى في الفرنسية أغ منصبت أغ منصبت أغ منصبت قدرة قصوة ممانعة ممانعة يتم تساعد المقاومة إذن أغ منصبت القيمة المقاومة بماكس هي القدرة القصوية التي يمكن الموصل الأومي تحملها يعني لفاتها يمكن أن يتحرق يخسر لكي يعمل بطريقة سليمة يجب أن يتركب لها في واحد دارة كهربائية لخاص تيار لا يجب أن يفوت لها واحد القيمة قصوية وخاص التوتر لا يجب أن يفوت لها واحد القيمة قصوية نسميها مثلا بماكس تيار لا يجب أن يفوت لها واحد القيمة والتوتر لا يجب أن يفوت لها التي يمكننا الحديث عنها كيف يمكننا العرف القيمة لكي يمكننا الحديث عنها هذا الناس يمكنكم ان يكون هذه العلاقات نتبع معنا القيمة قانون ohm هو r إذن مجدداي ثم تقوم بإمكنت إ Stelle سوف أقوم بإمرار Villa وإراني من أجل أن أدرف كبيرها ونجف من قبل أصبح كبيرا فإذا استخ 86 profoundly كبيراً إلى أنه يتم فقط جهدتها فإذا تدري users ندوذ التوتر لنجد القيمة التوتر عندما نجد القيمة التوتر عندما نجد القيمة التوتر يمكن أن نطبق هذه العلاقة مباشرة لدينا إي أبي إي أبي ماكس هي أغ في إي ماكس يمكن أن نجد القانون عن عندما نجد القيمة التوتر والتعبير إي ماكس هو القيناة إذن هو الجذر مربع بي ماكس على أغ هل تفقين معي؟ إذن هنا أغ إذا أغ إذا أعطني جذر مربع أغ أسئتنا إذن عندما يكون لدي جذر مربع أ في جذر مربع بي وهو جذر مربع أ في بي إذن نختازه بواحد أغ إذن تبقى إي أبي ماكس في جذر مربع أغ في بي ماكس إذن هذا هو التعبير إي أبي ماكس إذن هو الجذر مربع بالمقاومة في بي ماكس وبنسبة للتيارة هو الجذر مربع بي ماكس مقسومة على أغ إذا أعطني أغ بي ماكس يمكن أن نحسب التوتر القصوي و يمكن أن نحسب التيار شدة التيار القصوي أعزائي المتتبعين تبريدون تطبيقين مع الحل لأننا نحاول نقرأ التمرين و نشطح لكم الحل لأستربح شوية الوقت أعطني موصل أومي الإشارات التالية كما قلت لكم أعطني المقاومة في بي ماكس قال يحسب شدة القصوية إذن شدة القصوية نطبق العلاقة مباشرة لدل الندابة ليجد بي ماكس على أغ بي ماكس هي معطي هزر 75 أغ يمية بل نحسبه بلقى هذه القيمة توطر القصوية إذن توطر القصوية لاحظ معي العلاقة السابقة يجد المربع F في بي ماكس ممكن تحسبها بالعلاقة أو ممكن تحسبها بالعلاقة بي ماكس تقوم بي ماكس إذن إي ماكس قيمة بي ماكس على الشدة التيار إذن بي ماكس إذن بي ماكس إي ماكس تحسبت و بلقى 8.7 فول نريد أن نشير لأنه كان سلسلة نصرها في فيديو آخر نطرق فيها مجموعة هذه الأشياء أخرى مزيانة فصدرتها هي في التامة أتمنى أنكم لا تبخلون شعرينينا بجام وكومونتائرات تحفظونا باش نواصلو وتبارت عزيلا فيديو معاكم ولكتو بقي نجداد معنا فلاشاين تابونه معنا وشكرا